بسم الله الرحمن الرحيم درسنا جماعة النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن نقل قواعد البيانات من مكان لمكان يعني ممكن من سيرفر لسيرفر او من جهاز لجهاز زي ما تشايفين انا عندي قاعدة بيانات اسمها الصور انا كنت غيرت اسمها اسمها تست يعني فيعتبر سواء بالاسم ده او بالاسم ده هي شغالة في الحالتين يعني طيب اه دي جايبها من جهاز اخر احنا كنا عملناها مع بعض قبل كده يعني كنا بنتدرب عليها ولكن انا نقلتها من جهاز اخر عشان نشوف هتشتغل معنا ولا مش هتشتغل معنا طيب تاني حاجة هنشوف برضو ننقل من سيرفر لسيرفر وحنستخدم طبعا اه البرنامج بتاعي اللي هو النموذج اللي انا عملته طبعا انا طورته جامد خلته كله في صفحة واحدة بيشغل كل حاجة وبيشغل اي سيرفر يعني كل المعلومات اللي موجودة عندي على اي سيرفر ممكن استخدم النموذج ده في ان انا بص عليها طب تعالوا كده نبدأ واحدة واحدة برضو بالمناسبة انا نزلت جماعة فيجوال بيزيك تسعتاشر انا قلتلكو قبل كده جربت انازل اتنين وعشرين طلع تقيل جدا قلت طب اجربت تسعتاشر طلع معقول يعني هو بطيء برضو شوية ولكن معقول طب تعالوا بقى نخش على سيرفرات بتاعتنا من خلال الاس كيو ال وقلنا الاس كيو ال اتنين وعشرين يبقى انا هشتغل على اس كيو ال اتنين وعشرين والفيجوال بيزيك تسعتاشر اللي هشتغل برضو على اتنين وعشرين فيجوال بيزيك شغال معانا تمام اللي هشتغل على عشر اتناشر خمستاشر كله شغال تمام يعني طب تعالوا كده نبدأ ندخل نعمل كونكت بصوا معايا هنا جماعة هتلاقوا انا عندي عامل عدة سيرفرات انا عامل اس عشرين اتنين وعشرين واس عشرين تلاتة وعشرين واس عشرين اربعة وعشرين وفيه طبعا اللي هو مكتوب عليه واجدي ده ده بيبقى الاساسي لما انت بتنزل اس كيو ال الاول مرة بيبقى كنه بدون اسم خالص هو باسم الجهاز فقط واحنا قلنا ممكن نستغنى عن اسم الجهاز ان انا هحط بدله نقطة تمام بحيس ان انا البرنامج يشتغل في اي حده طب تعالوا كده نبص على السيرفرات اللي موجودة عندي دي لو بدأت بعشرين اتنين وعشرين هقول لكم نكت هتلاقيوا عندي في حاجة اسمها بوكس يبقى قعدة بيانات اسمها بوكس فيه هنا المبيعات في حاجة اسمها ماركت احنا البوكس دي اكنين عايزين ننقلها هنا من اتنين وعشرين وحنحطها في اربعة وعشرين طيب بس تعالوا الاول نشوف اللي التلاتة وعشرين فيها ايه برضو والاربعة وعشرين فيها ايه لو جينا احنا خرجنا هنختار المرة دي تلاتة وعشرين هقول له كونكت طيب نفتح برضو الداتا بيز هتلاحظوا هنا جماعة عيادة الطبيب اللي احنا عملناها مع بعض عيادة الطبيب اربعة وعشرين وعيادة الطبيب خمسة وعشرين وعيادة طبيب ستة وعشرين ايه الكلام ده يعني يعني انا اكن هنا عامل عيادة الطبيب لتلات سنوات يعني كل سنة هو عايز استخدم البرنامج فعايز بقى صفحات فاضية خالص ويبدأ يشتغل عليها فانا لما عملت الفورم المعجزة بتاعي ده فقولت طيب انا عايز استفيد بقى من انا بخش على اي سيرفر وبعمل اي حاجة يعني فقولت طب ما كده كويس اوي انا بدخل على السيرفر لو هو ده في سنة جديدة تشتغل معاه مباشرة من غير ما يعمل اي حاجة طبعا الحاجات دي ممكن نبقى نشرحها بالتفصيل لو انتوا رغبتوا في ذلك يعني ولكن مبدئيا يبقى انا اكني عندي هنا برضو فيه تلات قواعد بيانات تلات قواعد بيانات دول هنشوفهم دلوقتي مع بعض من خلال البرنامج بتاعنا وحنشوف ايه اللي فيهم بالزبط هلاقي هو هو نسخة تبقى الاصل ولكن الاولانية دي فيها الشغل اللي احنا عملنا قبل كده والاتنين التانين دول فاضيين تماما طب تعالوا برضو نخرج ونروح على الاربع وعشرين انا باوريكوا واحدة واحدة كده عشان نشوف ونثبت مع بعض ان الحاجات دي فعلا موجودة واقعية لو جينا في الاربع وعشرين وعملنا كونكت هقوله هنا داتا بيز زي ما تشايفين ما فيهاش حاجة خالص يا جماعة دول بتوع السيستم ههم الاصليين الاساسين اللي موجودين في كله ولكن احنا ما عندناش هنا ولا قاعدة بيانات مفروض ان انا عايز اخد قاعدة بيانات زي ما اتفقنا من اتنين وعشرين اللي هي البوكس واخد قاعدة البيانات اللي موجودة على سطح المكتب وحطوهم هم اللي اتنين فيه اربعة وعشرين واشوفهم هيشتغلوا ولا مش هيشتغلوا طيب تمام تعالوا بقا نشوف الاول النموذج بتاعنا ونتأكد من الحاجات اللي احنا شفناها مع بعضينا دلوقت تعالوا كده ننزل ده تحت وتعالوا نشغل النموذج بتاعنا ونشوف اه ده جماعة النموذج قدامك اهو زي ما تشايفين انا كده حولت كله لصفحة واحدة يعني هنا المفروض فيه موجود ال data grade view موجودة هنا واحدة بس والزرائر دي واحدة بس يعني هي كل اللي قدامك ده صفحة واحدة المفروض هتشغل كل حاجة طيب تعالوا نقول فيه حاجة من اتنين لو انا جيت من هنا كده فتحت دي كده هتلاقوا اسام السيرفرات اللي عندي هم التلاتة ما موجودين اللي هم 20-22 واس 20-23 واس 20-24 اللي لسه شايفينهم مع بعض لو ضغطت على اي واحدة فيهم المفروض يدخلني مباشرة طيب لو انا مثلا مش عندي دول وعندي اسامي اخرى ممكن اكتبهم هنا يبقى حطر اضغط على زرار الدخول يعني ممكن مباشرة لو ضغطت على دي حيدخل مباشرة لان اكن عملت هنا تغيير طيب لكن لو انا كتبتهم بايدي يعني كتبت مثلا اس 20-22 فكده مش هيحصل حاجة ما عملتش تغيير انا مجرد كتبت بس فحتر اقول له ايه دخول ايه اللي حصل يا جماعة دخلني على السيرفر اللي هو 20-22 بصوا كده ادي المبيعات وادي البوكس وادي الماركت الثلاثة اللي انا وردتهم لكم طب ممكن اتنقل بينهم اهو ممكن اروح للبوكس اهو اهو جماعة دخلني على البوكس طيب ممكن اروح على الماركت بصوا جماعة دخلني على الماركت ممكن اتنقل طبعا انا فيه هنا عند الجداول انا ممكن اتنقل من المستخدمين للعملاء ادي الجداول بتاعتي وفيه هنا مثلا الاصناف والموردين والشركات باتنقل زي ما انا عايز في الحاجات اللي موجودة عندي كلها تمام طيب هنا دي الجداول ممكن اروح للاستعلامات ماشي بس تعال نرجع لحاجة من الحاجات اللي احنا كنا عاملينها قبل كده ادي البوكس اهو لو فاكرين ان ناشرين يا جماعة والمؤلفين والكتب والعمليات تمام الاربع جداول اللي احنا كنا عاملينهم مع بعض طب تعالوا كده نخش على الاستعلامات هلاقي فيه ثلاث استعلامات انا عاملهم ممكن اتنقل اتنقل من واحد لواحد عادي خالص في الاستعلامات بتاعتي طيب لو جيت عالتقارير طبعا انا مش مجهز تقارير يعني في اي حاجة من دول هتلاقوني انا في البرنامج ده مش مجهز تقارير ولكن اهو قال لي لم يتم تعيين مرجع كائن لمثيل كائن احنا قلنا لان الحاجات دي لازم تتعمل جوه الفيجوال بيزيك فانا مش مجهز حاجة طيب تعالوا بقى نشوف لو انا دخلت على تلاتة وعشرين لو انا بقى مش هكتبه هدخل مباشرة نشوف هيدخلني ولا مش هيدخلني اي دي دخلني يا جماعة على تلاتة وعشرين اهي عادة الطبيب اربعة وعشرين عادة الطبيب خمسة وعشرين لو ضغطنا عليها بصوا جماعة فاضية خالص يبقى كده السنة الجديدة يعمل بقى شغل جديد كلام ده برضو حلقيه في الاستعلامات اهي برضو فاضية خالص والتقارير حلقيها فاضية خالص واحد يقول لي طب استنى انا لو عملت التقارير للسنة الاولانية حلقيها موجودة معايا اقول له اه خلاص بتبقى شغالة معايا هو يعني انا دلوقتي لو انا افترض بعت البرنامج لحد او زبطت البرنامج عند حد وهو جاء ضاف سنة جديدة تشتغل معايا اوتوماتيك لو هو بيعرف يضيفها على السيرفر يعني وضاف سنة جديدة بتشتغل معايا اوتوماتيك مفيش اي مشكلة والحاجات زي ما قولنا هنشرحها في دروس كده بالتفصيل طيب زي ما انتوا شايفين بمنتهى البساطة ولا وطبعا لو دخلت على اربعة وعشرين حلقيها فاضية لان احنا قولنا انها فاضية طيب تعالوا نقفل ده مؤقتا دلوقتي وبعد ما حننقل قواعد البيانات اللي احنا قولنا عليها دي حنرجع نبص عليه تاني ونشوفها فعلا اتنقلت ولا ما اتنقلتش طيب تعالوا كده نخش على عايز اخش على السيرفر اللي هو اتنين وعشرين بيبقى موجود فين طبعا بيخش على جهاز الكمبيوتر طبعا قواعد البيانات بتبقى موجودة على السي هنضغط على السي وحخش هنا بقى نخلي بالنا على برو جرام فايل ماشي معاكم واحدة واحدة هو جماعة طيب هتلاقوا هنا مايكروسوفت اس كيو ال سيرفر تمام هنضغط عليها بصوا بقى سيبكم من كل الكلام ده بصوا هنا هتلاقوا ايه مكتوب ام اس اس كيو ال وبعدين هنا طبعا كاتب لي اسم السيرفر هو اتنين عشرين اتنين وعشرين اللي هو اس عشرين اتنين وعشرين وهنا برضو ام اس اس كيو ال عشرين تلاتة وعشرين اس عشرين وقى دي اللي اربعة وعشرين هقول له طب تعالي بقى على الاتنين وعشرين اللي انا عايزة نقل منه ده هتخش هنا على الام اس كيو ال هنا بقى نخش على ايه عدات خلي بقى لنا بقى من التفاصيل الصغير دي عايزين نعمل منه ايه احنا عايزين ناخد قعدة بيانات لو جيت على قاعدة البيانات اللي هي مكتوب ايه المكتبة طيب تعالى كده ناخد لازم اخد اللي اتنين يا جماعة ماشي هاخد ده وده هقول له هنعمل نسخ وحنيجي برة كده نعمل لصق قال لي ايه مش هينفع اعادة المحاولة ومش عايز ينفس ماشي اقول له اعادة المحاولة تاني مرداش ينفس مش مسموح ان حد ايه ينقل قواعد البيانات طب وبعدين هنصرف ازاي هقول له طب تعالى نبقى نركن دي شوية كده خليها تحت وتعالى نروح على السيرفر بتاعنا نخش على السيرفر احنا دلوقتي في 24 احنا نخش على 22 نوعا جماعة وحقول له connect بصوا هنا احنا عايزين ننقل ايه ال box هاضغط عليها هاجي على tasks وحعمل دي اتاش ماشي يا جماعة هندغط عليها وحقول له اوكي اللي حصل هو كده خلاص بيشيلها من هنا ما بيتعاملش معاها ولكن حلاقيها موجودة في مكانها تمام يعني بس مجرد زي ما تشايفين شالها لي خلاص طب نبدأ نروح هناك كده هو ادها الحرية بقى انها ايه تصرف بقى زي ما هي عايزة يعني خلاص طب انا لو جيت عليها دلوقتي نسخ وحنيجي هنا نقول له ايه لصق ايه اللي حصل يا جماعة اهو طلحها لي بره عادي خالص طب تعالوا بقى نرجع نروح للايه للاربعة وعشرين بصوا كده ايه اللي اربعة وعشرين هنبدأ ندخل عليها برضو ندخل هنا mssql وحندخل علي ال data شغالين واحدة واحدة جماعة طب تعالوا ناخد دي كده قص تعالوا هنا لصق تعالوا ناخد دي كمان هنقول له قص وحنيجي هنا برضو نقول له ايه لصق يبقى انا الاربعة وعشرين دي ما كانش فيه حاجة خالص تمام احنا حطينا فيها اتنين قاعدة بيانات واحد يقول لي طيب ورينا بقى خلاص نقفل دي خالص تعالوا نروح تاني ال sql بتاعتنا وتعال نروح على اربعة وعشرين نشغل connect نفتح كده ال data base واحد يقول لي ايه دا عم نفاش حاجة تبتحك علينا ولا ايه اقول ما احنا دلوقتي ارى المفروض حطتهم لكن هو ما عملش توصيل بيهم زي ما عملنا في الناحة التانية فحاجة هنا على ال data base هعمل click يمين وحقول له attach يعني اعمل لي عملية توصيل فحنبدأ نوصل بصوا جماعة كده بقول له ايه add هو بيوديني مباشرة على هناك قال لي في حاجة اسمها المكتبة وفي حاجة اسمها الصور اللي احنا لسه ضيفينهم دلوقتي اقول له طب هاتلي الصور تمام؟ وحقول له اوكي راح ضيفها لي اقول له طبقات بالمرة بالمرة بقى بدلا ما اروح واجي وحقول له هاتلي الايه المكتبة تمام؟ وحقول له اوكي وهنا بنقول له اوكي زي ما انت شايفين يا جماعة راح جايب لي اللي اتنين حطهم لهو زي ما انت شايفين طب تعال بقى نروح للبرنامج بتاعنا ونشوف فعلا هم مجوم هنا ولا مجوش وحيشتغلوا ولا مش هيشتغلوا نبدأ نشغل النموذج بتاعنا تعالوا ندخل هنا على الاربعة وعشرين طبعا هنا اما دخلتم مباشرة على الاربعة وعشرين هو حيدخلني مباشرة بصوا كده جماعة انا عندي دلوقتي فيه التستة هو دخلني عليها مباشرة وادي البوكس بقوا موجودين فين في السيرفر اللي هو اربعة وعشرين ممكن اخش بقى على اي حاجة اتعامل معاها في الاستعلامات اهو واحد وادي فيو اتنين وكل حاجة شغالة زي ما انت شايفين اقدر اعمل اضافة وتعديل وحسف ومزح وبحس بصوا حتى جماعة هنا البحس ده بحس بالحرف فطبعا بيقابلني مشكلة في حاجة انا دلوقتي لو عايز اجيب شخص رقم واحد مثلا يعني بصوا كده اما جينا كنا شغالين على لو تذكروا معايا في التقارير او خلينا بقى في الاستعلامات لان انا التقارير هي مش شغالة في النموذج ده هي شغالة في نموذج اخر اه كنا بنقول مثلا ان انا لو عايز اجي على تذكرت مريد فانا عايز المريد رقم واحد فلو جيت عملت بحس بالحرف كده عن رقم واحد طبعا في كود المريد او خلينا حتى في كود الزيارة كود الزيارة جماعة اهوا هاختار كود الزيارة وحقول له ابحث لي عن رقم واحد ايه اللي بيحصل هو ما بيبحثش عن رقم واحد بقى لا ده بيبحثلي عن كل حاجة فيها واحد طب انا لو قلت له اللي بتبدأ بواحد هيجيبهم لي من ناحية طب لو قلت له اللي بتنتهي بواحد هيجيبهم لي من ناحية يبقى الحاجات دي مش هتنفع فلازم اعمل بحث دقيق فلازم اجي بحث كامل هنا يبقى ده هقول له ابحثت عن رقم واحد وهقول له بحث هيبدأ يجيب لي الحاجة اللي انا عايزها بالزبط تمام كده يبقى عشان كده ضفت بتاع البحث ده احنا طبعا الحاجات دي عملناها كلها كل الحاجات دي احنا عملناها مع بعضينا كان فضلنا بس البحث بين تاريخين مع ان احنا شرحنا قبل كده برضو تمام اما جينا شرحنا النموذج في البداية احنا كل الحاجات الخاصة بالجداول شرحناها مع بعض طيب انا قلت بس اديكم فكرة سريعة كده عن نقل قواعد البيانات من اي مكان لمكان اخر بمنتهى البساطة تمام طيب اتمنى جماعة الدرس يعجبكم ويكون سهل بالنسبة لكم وتقولوا لرأيكم في النموذج الجديد وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته